المغرب يكشف الخطة الفرنسية الجديدة ويرد الرسالة برسالتين خلافات في دواليب الكاف وصراع جزائري مغربي يضع موتسيبي في موقف محرج بسبب نسخة كان الفين وخمسة وعشرين والجزائر تقطع الغاز عن تونس بعد أزمة بوراوي والحقيقة تنكشف تبون يستنجد بجنوب إفريقيا مع قرب طرد البوليزاريو من الاتحاد الإفريقي وأخيرا إيكيا تفتح فرع كافو نيجرو وتسعين في المئة من العاملين من سكان المضيق الفنيدق لهم حظ في هذا المشروع الضخم واقتصاد سبتاء في خطر هذه هي أهم عنويننا اليوم من موقع المهاجر ابقوا معنا للآخر لمعرفة التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا كرام وظوار موقع المهاجر كما العادة كما دائما معكم سوفير لمرزوقي بأخي الأخبار وأخي المستجدات نتمنى وتكونوا بخير وعلى آخر في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال متابعينا كرام يلا هذه واحدة يومين تحدثنا على تقارير إعلامية كتقول أن بلجيكا عطت أوامر لفرنسا باعتقال مسؤولين مغاربة هذا الخبر هذا طبيعة الحال من هذا المنبر هذا قلنا أن المغرب مخصوش يوقف على هذا الخبر هذا حتى يعرفش كلهم هذ المسؤولين هذو وشنو بغات فرنسا توصل من خلال هذ الرسائل اللي كتبتها مع الإعلام نيالا فعلا الرسائل وصلت للمملكة المغربية والمصادر ديال المملكة المغربية الدبلوماسية تحركات ومشات تعرف شنو هو الحقيقة وشكل هما هذ المسؤولين هذو اللي صدر في حقهم مذكرة اعتقال من طرف القضاء البلجيكي وكل التفاصيل غد نعرفوها بطبيعة الحال لكن قبل ما نتحدثوا على التفاصيل ديال هذا الخبر اللي انشرته جريدة الفيجارو الفرنسية واللي بطبيعة الحال كنعتبرو انه مرسائل فرنسية للمملكة المغربية يعني رغبة منها لكي يعود المغرب خاضعا هذا هو الحقيقة وهذه هي الواقع من بعد ما غنشوفو التفاصيل على هذ الخبر هذا ولكن بغينا نوقفو عند هذ المسألة هذي ديال الحرب الإعلامية اللي كتشنها حاليا فرنسا على المغرب واش المغرب غد يخضع مع فرنسا ولا لا هذا هو الوقت الحاسم طبيعة الحال كما قلنا لكم متابعين الكرام فرنسا في موقف حريج افريقيا كاملة كتراقب الأزمة ما بين فرنسا والمغرب وكتنتظر شنو غد يدير المغرب مصدر ينفي تقارير حول صدور مذكيرات توقيف بحق مسؤولين مغاربة من قبل القضاء البلجيكي بما ان هذ المصدر كين فيه هذ الأمور هذي وغلنا نعرف التفاصيل كيفاش المغرب يعني على وجه السرعة تحرك باش يعرف الحقيقة ديال الخبر ديال جريدة الفيجارو الفرنسية وحنا عارفين فاش كنهدرو على جريدة الفيجارو الفرنسية والقرب ديالها من أصحاب القرار داخل قصر الإليزي كان فهموه مزيان بأنها حرب إعلامية محظة ضد المملاكة المغربية فهنا طبيعة الحال المغرب ما سكتش على هذا الأمر هذا وغادي نقول لكم الإخوان دائما فاش تشوفوا شي خبر في هذ الأيام القديمة كيقول مصادر موتوقة وما كيعطيش المصادر كيقول غير مصادرين الموتوقة هي اللي اعطتنا وهذه الأمور هذي عرفوا أنها رسائل كتدوز لأنه فاش كيكون المصدر طبيعة الحال والجريدة كتخرج وكتتحدث على المصدر اللي اعطاها الخبر هناك تكون المصداقية أما باش تجي أي جريدة كيف ما بغت تكون وتقول لك مصادرين الموتوقة فقط هناك تبقى مية علامة استفاهم فنشوفوا التفاصيل نفى المغرب ضجة تقارير صحفية فرنسية تحدثت عن صدور مذكيرات توقيف في حق مسؤولين مغاربة على خلفية ما بات يعرف بقضية قطر جيت في البرلمان الأوروبي محامي المملكة هو اللي انفاهت تقارير هذه وفق ما أوردته صحيفة ليكل بلجيكية مضيفة أنها اتصلت بمكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي فرفض تأكيد أو نفي المزاعم الواردة من صحيفة لوفيغارو الفرنسية يعني هذه الجريدة هذه تواصلت مع المدعي الاتحادي البلجيكي ورفض أنه يتحدث على الموضوع نهائيا من فأكد وهنا كنقول لكم الإخوة المصالح الفرنسية داخل إفريقيا في خطر ولا لاحظنا أن الاتحاد الأوروبي يعونها علاش لأنها لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي فالأوروبيين كاملين يراقبوا كذلك فرنسا ويشوفوا التحركات ديالها وشنو تقدر تدير طبيعة الحال وكانت لوفيغارو قد نشرت قصاصة قصيرة تحدثت فيها عن أن العدالة البلجيكية وجهت إلى السلطات الفرنسية مذكرة توقيف بحق عدد المسؤولين المغاربة على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بفتاحة قطرغيت من جهته استغرب رئيس لجنة البرلمانية المشتركة بين المغربون الاتحاد الأوروبي لحسن حداد من طلب سلطات بلجيكا من نظيرتها الفرنسية إيقاف مسؤولين من بلد يملك سيادة سيد الحداد نشر تغريدة على التويتر تسأل فيها بالقول لماذا تسأل العدالة البلجيكية السلطات الفرنسية وليس المغربية مضيفا أنه على حد علمي فإن الحماية الفرنسية للمغرب قد انتهت بالفعل منذ سنة 1956 هذا هو السؤال اللي طرحه الحداد فهنا طاعت الحال فرنسا شنو كتستعمل كتستعمل الإعلام ديالها والإعلام الفرنسي يعني ما عنده تشي علاقة بالسلطات الفرنسية هي يعني كترمي الإعلام باش يبعد هاد الأخبار هذي ل يعني إلا بغينا نقوله زعزعة هاد المسؤولين المغاربة راه القاضاء البلجيكي صدر في حقكم مذكرة اعتقال وانتو مولدكم عندنا وهنا احنا عارفين بإن العديد من مسؤولين المغاربة ولدهم كيقراء بفرنسا درجة أنهم مذكروش الأسماء دي للمسؤولين ورا قلناها في الفيديو اللي فات قلناها خص المغارب يعرفش كونهم هاد المسؤولين لخصت جريدة الفيجار واللي خرجها كتدد بها الطريقة هذي تعطينا الأسماء دي للمسؤولين المغارب هو الأولى القضاء المغاربي أولى باش يحقق معهم طبيعة الحال المغارب راه عنده قضاء دياله عنده مؤسسة دياله واش غي يحتاج فرنسا وكيما قال لهم سي الحدد قال لهم أن المغارب خده استقلال دياله والحماية الفرنسية مشات في حالتها منذ سنة 1956 زي ما بلجيكا ما عارفها شات شي هذا باش غادي تجي تعطي الأوامر الفرنسا أنها تعتاق المسؤولين المغاربة هناك يبقى ميز علامة استفهام بتروحها واش فرنسا كتحاول تضغط من خلال إعلام ديالها واش هد الأخبار هذي كتنشرها باش تخوف المسؤولين المغاربة لأنها عارفة بأن المسؤولين المغاربة حاليا هم اللي كي يواجهوها ولا شنو بتفصيل فهنا قادي نفهموه الإخوان أن فرنسا عندها معراكة مع المغاربة وقادي نشوفوا بزيف ديال الحويج ماشي غير هاد شي هذا ما يقتصرش الأمر على هذا الخبر هذا ما زال نشوفوا أخبار كتيرة وما زال قادي نشوفوا ضغوطات كتيرة وما زال فرنسا قادي تبين على أن يبديلها أكتر فأكتر فاتشي علاش المسؤولين المغاربة مخصصهم شي يخليوا ذاك اليد اللي كتحرق لأن فرنسا عليش كتقلب دهبا كتقلب على ذاك اليد اللي كتحرق المغرب تكي عليه بيها كما ذايرا مع الجزائر الجزائر مقبوطة ماشي من يد مقبوطة من رقابة من رقابة قبطة وهذا الشي هذا كامل غادي نشوفوا بطبيعة الحال في واحد الخبر اللي غا نتحدثو عليها على القضية ديالبوراوي وغادي نعطيكم تفاصيل اللي هي مهمة جدا ولكن وإحنا كنتحدثو على هذا الأمر هذا فهنا فرنسا يبدو أنها تبحث عن اليد التي يعني سوف تمسك منها المغاربة أنا كنقول للمسؤولين المغاربة حيث ولدتكم من فرنسا صف لأن هذا بحاليا راه فرنسا بالنسبة لها مسألة أن تكون أو لا تكون هذا هو الوضع يعني مع المغرب في مواجهة هذه المغرب هي أن تكون في إفريقيا أو لا تكون لأن المغرب كيتردها من إفريقيا والتصرف اللي كيقوم معها به كيتردها من إفريقيا كيقول لها جمعي الله يعاوني يعاونك وسيري في حالتك هذا الشي اللي كيقول المغرب في فرنسا حاليا فبما أن الدول الإفريقية تنتظر كيف ستكمل هذه المعركة فرنسا ستغلبها و ستربحها لكي لا أعطى الله والمغرب لا تنزل لها و ستستعمل الوسائل الإعلام لتضغط على المملكة المغربية وهذا الشيء هذا ولا باين و لا محتاج الشرح أكثر و نتحدثوا الخبر الموالي متابعين الكرام و هنا سنتحدثوا على موت سيبي كما قلنا لكم الإخوان سبقوا تحدثنا على هذا الأمر و لقينا انتقادات الناس قال لكم لا را موت سيبي كان صالح المغرب فاش هضر في الجزائر حتى تبت ليكم الإخوان روكم شتو كل شي بالدليل سيد وصل المغرب ما كانش قاع استقبال من طرف القجاع ولا تشي حاجة جا قضى الأمور دياله و زاد في حالته و دابع حاليا كان خلافات في دوالي بالكاف و صراع ما بين الجزائر والمغرب على النسخة ديال كان 2025 يه كان 2025 واللات دير مشكل كبير و وضعه موت سيبي في أمام امتحان صعب واش غضي يعطي النسخة المغرب المغرب اللي قدر يتبت من خلال استضافة دياله لمونديال الأندية أنه يعني قادر يحقق العديد من الأمور الجزائر اللي عكس ما قام به المغرب كتحرم يعني الفرق من أنها توصل المنتخبات من أنها توصل تلعب في المسابقة اللي هي قارية كتشارك السياسة مع الرياضة وهذا الشي هذا هنا اللي غدي يخلينا نعرفه واش موت سيبي صادق واش موت سيبي اللي عاونه لقجع باش يكون في ذيك المنصب اللي راب فيه حاليا واش غي يعترف بالجميل ولا دولارات الجزائر عمرات الجيوب دياله وغمضات الأعيون دياله فهنا أنا كنظن أن المغرب مخصوش يوقف معها تسيد هذا عند هذا الحد هذا بل يوصل معاه لأبعد ماذا يوصل معاه لطاس يوصل معاه لفيفا يوصل معاه في المبغى يوصل معاه للاسي لانها تسيد هذا إلى فعلا ما نصفش لمملكة المغربية من الاعتداء اللي وقع للمغاربة بكلمات اللي هي عنصرية في وسط الملاعب الجزائرية من خلط السياسة بالرياضة من نهار الفتيات نحن لا نقول أن المنع المنتخب المغربي يجب أن نضره على الصريحات التي يصرح بها حافظ مانديلا مانديليتو في ذلك النهار في الافتتاح. هل هذا الشيء كامل؟ يعني هل يمر مره الكرة؟ العالم كامل يراقب العالم كامل يراقب العالم كامل يراقب؟ ما زعمه؟ هل يدوزه هذا المتسيبي؟ أو ما هو واقع بالضبط؟ أرجى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف موعد الحسم في هوية مستضيف نهائيات كأس الأمم الإفريقية في نسخة 2025 إلى غاية شهر مارس المقبل. تزامنا مع انعيقات الجمعية العمومية رقم 73 الاتحاد الدولي للعبات الفيفا. وذلك نظرا لبعض الصراعات داخل دولي بالاتحاد الإفريقي. وبعدما كان الكاف قد قرر الإعنان الرسمي عن الفائز بشرف تنظيم كأس أمم إفريقية كان 2025 خلال اجتماع مكتبها التنفيذي قبل أربع أيام. بالمغرب تزامنا مع استضافة الرباط لنهائي مصابقة كأس العالم للأنذية. إلا أنه تقرر إرجاء ذلك إلى الموعد المذكور. وذلك بسبب ما طفى على السطح من خلافات بين أعضاء المكتب التنفيذي سياما. وأن علاقات فوزي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئيس الكاف باتريس موتيبي. قد تضررت مؤخرا بعدما حضر الأخير حفل افتتاح كأس إفريقيا للمحليين بالجزائر. وما رافق ذلك من شد وجذ تجاوز الشق الرياضي إلى الأبعاد السياسية. كأس إفريقيا لـ 2025 يراهي المغرب على تنظيمه. وفي ذلك منافسة حامية مع الملف الجزائري حيث احتدم الصراع بينهما. ما سيدفع الكاف وفق مصادر مطلعة أن يمنح البلدين المرشحين بالتناوب نسختين وذلك من خلال البحث عن توافق أعضاء المكتب التنفيذي للجهاز. وهو الأمر الذي قد يغضب نيجيريا التي تقدم نفسها إلى جانب البنيل المنافسة على استضافة إحدى النسختين على اعتبار أن الكاف دأبت على تنويع مناطق الاستضافة. وأن لا تحتكر المنطقة واحدة نسختين متتاليتين للمسابقة. وسيتم مناقشة الملف بين أعضاء المكتب التنفيذي للكاف خلال اجتماعهم اعتذر المقبل على هامش احتضان مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة. والتي ستنظم في الفترة ما بين 19 فبراير و 11 مارس لمقبل. حيث من المرتقب أن يحسم الأعضاء 24 في هوية مصطدف بطولة كأن 2025 من خلال الاقتراع السري في انتظار الإعلان الرسمي عن المكان والزمان. فبطبيعة الحال كيفما كان نشوفه الإخوان متسيبي كيواجه امتحان صعب. ولا تمنح كأن 2025 للجزائر غادي يتبت الكلام دينا الإخوان. ومشي فقط كان 2025 اللي متعلق بهذا الأمر هذا بل كذلك حتى تصرف دياله مع المغريب حتى واش غادي تنزل عقوبات على الجزائر ولا ما غا تنزلش. هذا الشي هذا كامل متعلق باش غايت رأى مستقبلا. إلى نحاز متسيبي الجزائر راه كل شي يباين. يعني راه السيد مش عمر الدولارات في جيابه وارجع في حاله. وما خصش المغريب يوقف مع السيد هذا عند هذا الحد هذا بل خصوا يمشي معه إلى أبعادي ماذا واندزوا الخبر الموالي متابعين الكرام. وانا غا نتحدثوا على الأمر اللي قامت به الجزائر تجاه تونس. شوف باعوا المغريب مخلوا ما داروا جابوا المرتضي قد خلوه ضيعوا تيكاد يعني تنظيم ديال تيكاد ضيعوه حرموا المغريب من الحضور. وفي الآخر النتيجة هو لأي الجزائر تقطع الغاز عن تونس بعد أزمة بوراوي. هنا يعني التحليل اللي قدمناه على أزمة بوراوي نرى مؤامرة. هنا الإخوان كل شي يقول كواهي الجزائر قطعات الغاز على تونس. وهذه كاملة ستكون مؤامرة بالعكس الإخوان. هذا التصرف اللي قامت به الجزائر كي يزيد يأكد أن الأمر هو مؤامرة. وأنا سنقول لكم علاش مؤامرة. وهنا يتبت أن فرنسا كتلعب باللائب الوسخ مع دول ديال شمال إفريقيا. القطع ديال الغاز على تونس عنده تفسير. هنا سبقوا قلت لكم أن المؤامرة كانت تحاكمة بين تونس والجزائر وفرنسا. ولكن بعد التصرف الشد اللي قامت به الجزائر مع تونسيين قطع الغاز. تعذيب تونسيين في الحدود ديال ببوش في المعبر الحدودي ببوش. في المرور ديالهم وخلاتهم 24 ساعة. هما كينتظروها تشهده كامل كي يبين نوايا الخبيطة. فهنا ما غادي نقوله القي سعيد غير البس. ولبسي بلادك وغير البسي بوحدك. البسي تونسا كامل يمساكل الأحرار. لبسيهم في حيط. ها هما قرروا يقطعوا عليك الغاز. علش قرروا يقطعوا عليك الغاز؟ أنا غادي نجيك من الأخر. شنو واقع حاليا؟ وقلنا هاميران وتكرارنا للإخوان. الغاز الجزائري شنو واقع عليه؟ واقع عليه الطالب. مع الأزمة ديال روسيا ووقع الطالب على الغاز الجزائري. إيطاليا، فرنسا، سبانيا، دول كاملة الأوروبية، واش هاد الغاز غيكفي؟ هذا هو السؤال المطروح لهاد الدول كاملة. زيد عليها تونس كازدي حقها. واش هاد الغاز الجزائري غادي يكفي؟ يسد هاد الخاصص كامل؟ يكسب قد تحدثنا وذكرنا واحد الوزير ديال الطاقة سابق في الجزائر اللي خرجوا وقال لهم راه الغاز ما غادي شي يكفي. وراكم بهالطريقة هدي غادي تسببوا في القيرات ديال الغاز من الجزائر. هاد وزير طاقة سابق جزائري خرج وكي يقول هاد الكلام هاد. فبطبيعة الحال الجزائر تونس اعتدر 50% من الحاجيات ديال الغاز ديالها كتاخدها من الجزائر. هاد يرا كاريتة بالنسبة لتونس. فأنا غادي نقول لكم الإخوان الحقيقة والواقع. ده ببدأ تكتبان. هتقول لي شنو هي الحقيقة والواقع؟ أنا منينشت الخبر رسمت بين عينية أن فرنسا اخترعت القصة مع الجزائر. أولا باش تبين الأزمة ما بين الجزائر وفرنسا. ها هي تفتح الفرصة أن المغرب يرد العلاقات مع فرنسا. ثانيا الجزائر غا تتحجج باش تقطع الغاز على تونس. ها هي فرصة كذلك جات عند الجزائر باش تنقص عليها 50% اللي كتنتستفد منه تونس من الغاز الجزائري باش تغطي الحاجيات ديالها في البلاد. ها هي الجزائر غا تبين بأنها ما عندهاش علاقة مع الأوروبيين وهي كتسحب السفير ديالها وهي كتفرض الأمر ديالها أمام الروس. والروس هنا يا اللي بعتولها رسائل الجزائر واضحة مؤخرا كيقولوا لها أرا هذك اللاعب اللي كتلعبي معنا أراه ما صالحش. اننا احنا عنا مشاكل مع الأوروبيين فالوقت اللي المغرب فتحنا الموانئ دياله اللي المغرب دار معنا شحل من حاجة. الجزائر اللي كتعتبر رأسها الحليف ديالنا الأول واللي يعني بطبيعة الحال الجيش ديالها ما كي يعتمد غلا على الأسلحة الروسية غتتنوض ديال هذه المناورات معنا. فهدي ثلاث عصافير بحجر العصفور ديال فرنسا مع المغرب العصفور ديال الجزائر مع تونس والعصفور ديال الجزائر مع روسيا وما بقتش حاجة أكتر وضوح من هذا الأمر هذا. فإلا كانوا الإخوان تونسيون مازال ما فهموش الفيلم يفهموهم زيان. هاد الجزائر كتتلعب بالغاز. والضغط ديالها الوحيد هو الغاز. فاش كتبغي تقطع الغاز على شي دولة كتختار لقى الأزمات وكما دارت مع المغرب. تختار قاتل الأزمة باش تقطع الأنبوب ديال الغاز باش ميبقاش مار إسبانيا. وباش المغرب ما يستفد بديك السبعة في المئة اللي كانت كتدوز لهم داك الغاز هذا. والمغرب قال لها زيديها فراسك لأن المخابرات المغربية كانت تعارفة النواية ديال الجزائر قبل ما توصل لهذاك الأمر هذاك. فالجزائر هذه الطريقة ديالها. إخوان تونسيون باش تكونوا عارفين الجزائر هي الطريقة ديالها هي هذه. أنها منين كتبغي تقطع الغاز على شي دولة كتختار مع هالأزمات. يعني أن هذاك الغاز هو مصدر رزق ديالها الوحيد وبه كتلعب اللعب الوسخ مع الدول المجاورة. فأجينا نشوفوا تفاصيل. ترخي أزمة ناشطة الصحة والصحفية الجزائرية أميرة بوراوي بظلالها على العلاقات التونسية الجزائرية. حيث انعكست سلبا على العلاقات الاقتصادية بين الجانبين خاصة في ملف الغاز الذي تمد الجزائر إلى نظيرتها تونس. ذلك ما أكدهم بروك الحمادي مدير شركة بيع قوارير الغاز بالجملة في ولاية القصريين الحدودية لإذاعة مزيق تونسية. إن الشاحنات المعنية بتوريد قوارير الغاز من الجزائر اعتذر لم تزود من هذه المادة من الجزائر منذ يوم الخميس الماضي. من الخميس اللي فات وهما قطعين الغاز على توانسا. وأشار في سياق حديثي إلى أن الشركة المنتجة لقوارير الغاز في الجزائر تعللت بفقدان إحدى مواد تصنيع قوارير الغاز مخالفة. بذلك شروط العقد موقع مع الجانب التونسي والقاضي بتغطية حاجة السوق تونسية من قوارير الغاز. نفس الطريقة اللي كتتعامل بها مع إسبانيا. فاش كتبغي تقطع الغاز على إسبانيا كتتحجج وتقول كراها ذاك الأنبوب. علش هما الأنبوب ديال المغريب غلقوه. قال أنبوب واحد. ذاك الأنبوب مني كتبغي تنقص يعني الإمدادات ديال الغاز الإسبانيا كتتحجج را عنا فيه مشاكل وأعطاء. را عنا فيه مشاكل وأعطاء. بالدرجة حتى إسبانيا فهمت. وها هي كتطلب من الشركات ديالها تغادر للجزائر. ها هي كتقول الشعب الإسباني هاد الناس هادوا مع الناش معاهم علاقة طيبة. را ما غاتبقى معاهم تشي علاقات. وقاع المستميرين الإسبان كيتوجهوا للمغريب. باش تعرفوا العصابة اللي كتحكم الجزائر كيفاش غاديها بالخراب لدك الدولة هدي. هاد الشي اللي غادي نقولو. ما غاديش نقولو كتر. والفيلم اللي داروه ديال هاد بوراوي هدي. را فيلم محبوك. واش الكلام ديال فرنسا وديال الرئيس الفرنسي على الجزائر. واش ماشي أحق أن الجزائر تسحب السافير ديالها على هاد الصحفية يا صحفية. صحفية عادي عندها جنسية فرنسية ومشات. واش حال ديال المعارضين. واش هدي هي اللولة؟ ألا فرحات مهني يعني رئيس جمهورية القبائل يعني العدو اللول ديال الكبرانات. شارك يعيش في فرنسا وأكل شارب. زعم ما عادة بغادي يجيوا على هاد بوراوي هدي. غي يديروا هذا الصعيد هذا كامل وغي يسحبوا السافير ديالهم وغي يمتلعوا على العالم. وازع ما احنا أغبياء. واحنا أغبياء ما كنلاحظوش هاد شي هذا. العالم كامل كيد حكي عليكم لأنكم موليتوا وضحوكا في المنطقة. وندوزوا لخبر المواني متابعينا الكرام. وهنا بطبيعة الحال. ونبقوا مع طرد ميليشيات البوليزاريو الذي اقترب من الاتحاد الأفريقي. طبيعة الحال. ومع الاقتراب ديال طرد ميليشيات البوليزاريو. تبقوا ما بقاش قدامه غير هاد الغضانفر ديالجنوب الأفريقية. ما بقاش قدامه في العالم من غير هاد الغضانفر هذا. قاعدت أول إفريقية ولات عندها علاقة طيبة مع المغرب. والعودة ديال المغرب الاتحاد الأفريقي عنده هدف واحد فيها. هو أول هدف وآخر هدف هو طرد ميليشيات البوليزاريو من هذا الاتحاد هذا. كان يعني نذاء طانجا وقعت الاستجابة له في موراكوش خرج الكتاب الأبيض. بدك يقرب موعد طرد ميليشيات البوليزاريو من الاتحاد الأفريقي. فمغي يلقاوش من غير هاد الغضانفر يرجعوا له. من بعد ما جابوا ماندليتو اللي ما عنده تشيم سؤولية واعطوه الدولارات والدولتين دو في تسارة يشوف الخيم ويشوف العجاج. جاء دور هاد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا. من المنتظر أن يقوم هذا الرئيس هذا بزيارة إلى الجزائر أسابيع مقبلة حسب بيان لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجزائر. في السياق ذاته قام وزير الشؤول الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطال العمامرة بزيارة عمل إلى بريطوريا. حيث التقى وزير خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور. وناقش الطرفان حسب بيان للخارجية الجزائرية العديد من القضايا المشتركة بين البلدين وعلى رأسها نزاع الصحراء المفتعل والتي وصفها الجانبين بتصفية الاستعمار. يعني جنوب إفريقيا شوفي نجاس. أنا كنقول جنوب إفريقيا يعني غير المشاكل اللي عندها تحل بعدها غير المشاكل اللي عندها. المشاكل اللي عند الشعب ديالها يعني عندهم علاقة مع الجزائر وهم عندهم مش الغاز. القوة الإقليمية اللي كتصدر الغاز واللي المنقد الأول ديال العالم في الموضوع ديال الطاقة حاليا عندهم علاقات معه وما عندهم مش الغاز. وهم الشركات ديالهم ديال الكهرباء حاليا كي نطيفاء في الدولة. نطيفاء عندهم في البلاد يعني ضلام كي نضلام. تخرج الزنقاء ما غير بلكتشي حاجة. مقاطع الضو. وعندهم هذه الأزمات كاملة ومخلين لمشاكل ديال بلدهم كاملة. وغير يجيوا وشنو يشوفوا المغرب شوف البعد الجغرافي بيننا وبينهم ما علينا. واتفق الوزيران حسب المصدر نفسه على مواصلة تعزيز التنصيق في سياق الاجتماعات الوزارية التي ستنعقد تحضيرا للقمة المقبلة الاتحاد الإفريقي بأديسة أبابا. وتشكل هذه الزيارة لوزير الخارجي الجزائري مناسبة سيستعرض من خلالها دولة كابراناتش وجنوب إفريقيا مواقفهما العدائية للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادته على أقاليم الجنوبية خصوصا في سياق مطالبة العديد من العواصم الإفريقية بطالة البوليزاريو من الاتحاد الإفريقي ودعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية. يعني كي يستعملوا جنوب إفريقيا باش يغطيوا على هاد الفشل الذريع ديالهم دك الشي اللي بنيتوه فلوس الغاز سينين هادي أوجه المغرب من 2017 لدابا تربو لكم في الصفر أتيش حاس صعيبة تكون خسرته الأموال طائلة رشيتي فين هما دوق القادر اللي يرشيتوهم في إفريقيا كل شي تبدل كي الناس جداد كي الناس اللي بغا تخدم إفريقيا كي الناس اللي ما بغاش الرشاوي بغا تشوف بلادها الفوق الفوق والمغرب جاهم بالمنطق ديال رابح رابح ماشي بالرشاوي البعض الرؤوس اللي طبيعة الحال كتغرق إفريقيا كاملة وخلتها في المجاعة إلى يومنا هذا والسياسة ديالكم انتوما على رقبتكم يوم الدين غت تحسبوا على الفقر اللي رأى في إفريقيا وعلى الهجرة انتوما أولاد إفريقيا اللي كيموتوا في البحار انتوما وفرنسا وهذا جنوب إفريقيا وهذا اللوبيات اللي كانت كتنخرف في الاقتصاد الإفريقي وكترشي بعض الرؤوس والعملاء اللي كي يخدموه كي يترأسوه كي يوصلوا الرئاسة باش يأخدوا الفلوس يعمروا جيوبهم ويضمنوا ومستقبل ديالهم وديل ولادهم ومخلين الشعوب الإفريقية في المجاعة مع أنهم طروات كلها ديالهم والشعوب ديالكم تنتوما كتعاني وما زالك توقف في الطوابير إلى يومنا هذا وندوزو الخبر الأخير متابعين الكرام وهنا غا نتحدثو على المشروع الضخم اللي كنا تحدثنا عليه السنة الماضية وصل حاليا للشمال المغربي تحديدا في منطقة كابو نيقرو في الشمال و90% من العاملين اللي غا يشتغلوا في هذه الشركة هذي السويدية إيكيا غا يكون 90% منهم من نصيب سكان المضيق والفنيدق وهذا الأمر هذا يقدر يخلق أزمة اقتصادية خانقة لمدينة سبتة كما كنتسمعوا الإخوان وحنا كنتحدثو على مدينة سبتة الجماريك اللي تحدثت عليها وزير الخارجية الإسباني مازال حدود ساعة ما كين لا كلام عنها وخداز اجتماع رفيع المستوى وخداز كل شي مازال الناس دي السبتة كي تسألوا هذي الجماريك هذي فقد تكون واش هذي الجماريك هذي تكون مربحة لسكان مدينة سبتة ولا لا واش هذي هذا كامل غيكون صالح المنطقة ولا ما غيكون صالح المنطقة فجم نشوفوا التفاصيل على افتتاح مجموعة إيكيا سويدية يوم تولتاء ثاني فروعها في المغرب والذي تشنته بالمنطقة التجارية تابعة لطنجر المتوسط بمنطقة كابونيغرو الساحلية تابعة لإقليم المضيق الفنيدق وهي الخطوة التي تأتي لتخفف جزئيا من حدة الأزمة الاجتماعية التي تعاني منها المنطقة نتيجة إنهاء النشاط الاقتصادي غير منظم المرتبط بالتهريب المعيشي على الحدود مع سبتة وهو ما يفسر أن 90% من العاملين بالمؤسسة ينتمون للمنطقة وحضر حفل افتتاح والي جهة تطوان تنجر تطوان الحسيمة محمد مهدية ورئيس الجهة عمر مورو إلى جانب رئيس مجموعة تنجر المتوسط فؤاد البريني وخلاله قال مارينو ماكانتو المدير العام لإيكيا بالمغرب والكويت والأردن إن المؤسسة وفرت من خلال فرعها الجديد وهو الثاني لها بالمغرب بعد فرع زناتا بنواحد ضر بيضاء 1500 منصب شغل منها 500 مباشرة وألف غير مباشرة مع إعطاء الأولوية للسكان المحليين بنسبة 90% هذا السكان هذو اللي كانوا كيعانيهم من البطالة بوحد شكل حد نتمنىوا بعد على الأقل وحنا عارفين مازال مشاريع أخرى تنموية خصت تكون في المنطقة ما يكفيش إيكيا فقط بل خصت تكون مشاريع تنموية أخرى نتمنىوا يكون عندهم حب أنهم يعودوا ذلك الموضوع دي التهريب المعيشي اللي كيعانيوا منه واللي رتفعت بسببه البطالة في المنطقة هذه الأخبار دينا اليوم متابعين الكرام تمنى تكون لقاتكم أنتم بخير وعلى خير في سحة جيدة وفي أحسن الأحوال تشوفكم إن شاء الله فيديو أخر موضوع أخر تكونوا دائما في أحسن الأحوال دمتم في رعاية الله والسلام عليكم